عدم مصادقة مجلس وبالشعب مؤخراً على مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية أثار جدلاً وانتقاد الاقتصاديين ورجال الأعمال لما تحمله هذه الخطوة مرس إلى سلبية لشركاء تونس الاقتصاديين في القارة الإفريقية وفق رئيهم عدم المصادقة البرلمانية على مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية أثار استنكار عدداً من الاقتصاديين ورجال الأعمال الذين سعوا إلى تثبيت تموقع المؤسسات الاقتصادية التونسية في القارة الإفريقية رئيس مجلس الأعمال التونسية الإفريقية بسام لوكيل يرى أن عدم التصويت لهذا المشروع بعث برسائل سلبية لشركاء تونس الاقتصاديين كأنه أعطى إشارة أن تونس غير مهتمة بشأن الأفريقي وأن السوق هذه لا تهمهاش وبينما نحن تقريباً خمس سنين ونسوقه أن تونس المقاحة الستاتيجية وعمقة الستاتيجية للقارة الإفريقية تونس بوابة إفريقية أحد معناها عناصر التموقع تونس في الاقتصاد العالم اليوم أن نحن بوابة إفريقية جين تليوم لا تصدقش على هذه الاتفاقية هذه المفروض أن تفتح أبواب للمصدرين التونسا للشراكات بين التونسا والشركين في الاتحاد الأوروبي في الولايات المتحدة الأمريكية انضمام تونس إلى منطقة التجارة الحرة الإفريقية كان سيعزز وفقاً للمختصين في الشأن الإفريقي النمو الاقتصادي والاجتماعي هذا بالإضافة إلى دعم القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر تخفيف تكاليف المعاملات التجارية والتقليص من الارتباط بصادرات السلع الأساسية عندك في تونس سوق صغير قدرة شرائية التي هي ضعيفة نقصت بوورداشان قص في تونس لذلك ما هو اللوجه؟ اللوجه بش نكبر السوق متاعنا بالأسواق الخارجية وين الأسواق الخارجية؟ وعن الأسواق الأفريقية اللي هي الحاجيات متاحة كما حاجيات تونس منذ عشر سنين وخمس سنين وخمس سنين وكذا بحيث والمواد التونسية تشبه ياسر لكونديسيون متاع الحياة المتاحة الخسارة بشكون كبيرة علاش اليوم بشتولي تونس تصدر البولدان الأفريقية هذي يعني بتدروها كما يعني بتعرف الجبروجية الكاملة وبولدان اللي هي ناشئة واللي هي قل خبرة من تونس وقل يعني معرفة هي اللي بش تخليها اليوم الإمكانية بشت موقع في الأسواق هذي وتصدر هي على حساب البضاعة التونسية وبالتالي إذا كان عندك الفرصة هذي لتقليل من العقبات والتعريفة الجمروجية اللي تحسين البنية التحتية في علاقتك مع البدان الأفريقية اللي عندك ارتباط تاريخي به علش ما نهتموش بالقرارة الأفريقية العالم الكله منكبع القرارة الأفريقية هذي سوق متاع مليار ومئتين مليون نسمة اليوم وفي اتصال برئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة معز بالحاجر حومة أفاد أنه سيتم مواصلة النظر في مشروع الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القرية الأفريقية وذلك باعتماد النظام الداخلي للبرلمان والذي يمكن جهة المبادرة المتمثلة في وزير التجارة من تقديم مقترح تعديل في نص الفصل المعروض على التصويت بما يسمح على ترحي من جديد على أبضار الجلسة العامة